السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح القصة القصيرة سماكات الثلاثة كليلة ودمنا من منهج اللغة العربية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب هنقرأ القصة مع بعض زعموا أن غديرا كان فيه سلاس سمكات عظام وكان ذلك الغدير لا يقربها أحد فلما كان ذات يوم من هنالك أتى صيادان مجتازان فتواعد أن يرجع بشبكاتهما فيصيد تلك السمكات السلاسة التي رأياها يبقى هنا أقول لنا أنه كان فيه غدير الغدير ده نهر صغير به سلاس سمكات عظام يعني سلاس سمكات كبار وكان الغدير بفجوة من الأرض يعني كان في مكان منخفض من الأرض لا يقربه أحد يعني لا يأتيه أحد من الناس ذات يوم أتى صيادان يعبران أمام الله فرأوا سلاس سمكات فتواعدوا مع بعض أنهم يرجعوا بشبكاتهم تاني ويصطادوا تلك السمكات التي رأياها وأن سمكة منهن كانت أعقلهن وإنما ارتابت وتخوفت فعجلت الأغزاء بالحزم فخرجت من مدخل الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهر فتحولت إلى مكان غيره وأما الأخرى التي كانت دونها في العقل فأقرت معاجلة الحزم حتى جاء الصيادان فقالت قد فرطت وهذه عاقبة الطفريق فرأت هما وعرفت ما يريدان فوجدت هما قد سد ذلك المخرج فقالت قد فرط فكيف الحيلة على هذا الحال للخلاص وقال لما تنجح حيلة العجلة والإرهاق ولكن لا نقنق على حال ولا ندع ألوان الطلب ثم إنها لحيلة تماوتت فطفت على الماء منقلبة على ظهرها فأخذها الصيادان يحسبان أنها ميتة فوضعها على شفير النهر الذي يصب في الغدير فوثبت في النهر فنجت من الصيادين وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبال حتى صيدة قامص الأضواء الكلمة ومعناها زعموا معناها قالوا غدير غدير نهر صغير جدول فجوة هو فراغ بين الشيئين فجوة فراغ بين الشيئين مجتازان عابران سالكان إبا مجتازان معناها عابران سالكان تواعد وعد كل منهما الآخر إبا تواعد وعد كل منهما الآخر إرتابت شكت إرتابت معناها شكت عجلت معناها أسرعت عجلت أسرعت الحزم أغزو الأمر بشدة يبقى الحزم معناها أغزو الأمر بشدة دونها المراد الأقل إدراكا دونها دونها معناها المراد المراد الأقل إدراكا فرط تهاوان بفرط معناها تهاوان عاقبة جزاء عاقبة معناها جزاء التفريط التقصير التضيع الحيلة الخدعة الخلاص المراد النجاة العجلة المراد التصرع نقنط معناها نيأس نقنط معناها نيأس تماوتت المراد جعلت نفسها كالميتة تماوتت معناها جعلت نفسها كميتة يحسباني معناها يظلاني بيحسباني يظلاني شفير حافة جانب النهر وسبت قفزت إقبال قدوم إدبار هروب الكلمة مضادها مجتازاني مضادها متراجعاني ارتابت مضادها تأكدت تحققت تخوفت مضادها اطمأنت عجلت مضادها أمهلت فرط مضادها حرصة التفريط مضادها الاهتمام الإجادة العجلة مضادها التمهل الإبطاء نقنط مضادها نأمل طفت مضادها غاصة شفير مضادها وسط العاجزة مضادها القادرة إقبال مضادها زهاب أو إدبار إدبار مضادها قدوم أو إقبال المفهد غدير جمعها غدور أو غدران فجوة جمعها فجوات الأرض جمعها الأراضي شبكة جمعها شبك شباك مدخل جمعها مداخل النهر جمعها الأنهار الأخرى جمعها الأخر العقل جمعها العقول المخرج جمعها المخارج الحيلة جمعها الحيل شفير جمعها أشفار العاجزة جمعها العاجزات الجمع مفرده السمكات مفردها السمكة ألوان مفردها لون أضواء على القصة القصيرة في سؤال الجواب أول سؤال معنا يقولك أين تعيش السمكات السلاسة تعيش في غدير بفجوة من الأرض لا يقربه أحد السؤال رقم اثنين من قرر أن يصطاد السمكات السلاسة صيادان مجتازان السؤال رقم ثلاثة على ما تواعد الصيادان تواعد أن يرجع بشبكاتهما فيصطاد تلك السمكات السلاسة التي رأياها السؤال رقم أربعة كيف كان حال السمكة الأولى عندما رأت الصيادين ارتابت وتخوفت السؤال رقم خمسة هذا فعد السمكة الأولى عند خوفها من الصيادين خرجت من مدخل الماء الذي كان يخرج من الغدير إلى النهر فتحولت إلى مكان غيرهم السؤال رقم ستة قد فردت وهذه عاقبة التفريط أي السمكات قالت تلك العبارة ولماذا قالتها السمكة الثانية لأنها تأخرت في اتخاذ القرار الصائب للهروب من الصيادين فسد مخرج الغدير إلى النهر السؤال رقم سبعة ما نتيجة تأخر السمكة الثانية في اتخاذ القرار الصائب سد الصيادان سد الصيادان مخرج الغدير إلى النهر سؤال رقم تمانية ما الحيلة التي استخدمتها السمكة الثانية للهروب من الصيادين حيلة العجلة والإرهاق حيث طفت على الماء منقلبة على ظهرها فحسبت الصيادان أنها ميتة فوضعها على جانب النهر فقفزت إلى النهر ونجت منهما السؤال رقم تسعة لماذا صيدت السمكة الثالثة لأنها تأخرت وترددت في اتخاذ أي قرار فظلت في إقبال وإدبار حتى صيدت السؤال رقم عشر أي تصرف أعجبك من السمكات الثالثة ولماذا تصرف السمكة الأولى لأنها لم تتأخر ولم تتردد في اتخاذ القرار الصائب فاستطاعت النجاة وكذا يكون وصلنا معكم من هاي الدرس النهار أرجوكم استفدتم معنا فبتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم الكل جديد والضغط على سر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة